بسم الله الرحمن الرحيم تركستان هذا البلد الإسلامي الذي احتلته الصين الشوعية عام 1949 ميلادية وحولت اسمه إلى شين تشينغ كان جميع سكان تركستان من المسلمين ولكن الصين اتبعت سياسة التغيير الديمغرافي في هذا البلد المسلم عن طريق استخدام الملايين من الصينيين في هذا الإقليم متبعة شتى صدف القتل والتنكيل وبالانتار هذا الشعب المسلم الأعزل قامت القوات الحكومية الصينية بقمعه وقتله وقد استمرت الصين في سياستها هذه عقود من الزمن إلى أن جاءتها فرصة ثانية وهي تقاربها مع إيران أدركت الصين أن خير وسيلة لتدمير المجتمع الأيغوري المسلم في الصين هو نشر المذهب الشيعي فمسلم الأيغور هم من السن حصن ولذلك عمدت الصين في الآونة الأخيرة إلى عقد الاتفاقات الثقافية مع إيران لغض نشر المذهب الشيعي في تركستان ومن هذه الطرق إرسال الطلاب من تركستان إلى إيران ليدرسوا المذهب الشيعي ومن ثم نشره بين مسلمين الأيغور فقد أكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي استعداد إيران للمزيد من التعاون والطعاط الثقافي مع محافظة شين تشيانغ الصينية وقال أن إيران مستعدة لتنظيم الأسابيع الثقافية وعرض الأفلام وإقامة معارض الكتب في محافظة شين تشيانغ وذلك بالتعاون مع محافظة خرسانة رضوية الأقرب لمحافظة شين تشيانغ كما أعلن حسيني استعداد إيران لقبول الطلاب الصينيين خاصة من محافظة شين تشيانغ الراغبين بالدراسة في فروع المعارف الإسلامية والإلهيات في الجامعات الإيرانية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أنا أسمي أكبر شارك تركستان الله ويغور مسلمان من أولئتنا من شارك تركستان برموة تققز قرق تققز كم تسخطأي دارة بيسولنغان في المدينية في شارك تركستان كان سنة تعدين 10 مليون مددون أدخ العزة للغتخرين ولم يتحدث أن هناك وزعته البرتنون بطبيع يتحدث مسلمون المددون على المددون على المددون في الآن الخطياء السعاد في الوقت الكتير من شارخ تركيصان علاوة سبحانه بنا بدأوا حلاق في السنطور قرار في مددون العشاء في حيات البشر المددون بانتكال اللغواء يحجبون اخطان كل دماء كتير يزير ذلك وعرمنا بظهر به المددون في التطبيق عن النبوس أعطى أن المسلمين المؤسسين يدرون الكثير من حياة جدا سؤالي للحكتير المؤسسين في القناة المحكة في الإسلامية فهو أجل ذلك يبدو أن يكون في عزل الأطلاق لأن يقول أن المسلمين المؤسسين ستجدوا أجل مؤسسين سؤالي المؤسسين سؤالي على الإسلامية المصرحات المصرحة وثمانية المصرحة والمصرحة والمسطرات المتحدة ولكن العقيد المصرحات المصرحة والمصرحة السفراء والمقارات المزيدة وفي الأصر الحديث نشطت الدعوات إلى التجميع وتشيع في المناطق المسلمة في الصين بدعم كامل وقوي من الحكومة الإيرانية التي تستقبل وفوذ المئات من الطلاب الصينيين المسلمين في العام الواحد إلى إيران لكي يدرسوا العلوم الشرعية على المذهب الشيعي وليصبح ولاءهم بعد ذلك للتشيع مرهبة ولإيران السياسة وتستخدم إيران نفس السياسية الإغرائية التي تستخدمها لاستقطاب غير المتشيعين في الكثير من المناطق في العالم الفقير فيقول أحد الدارسين إنه تلقى دعوة من السفارة الإيرانية في الصين لاستكمال دراسته الشرعية في إيران عارضين عليه توفير سكن مجاني خاص به وسيارة خاصة مع معاونته في تزويجه أي زوجة يختارها وتحققت بعض الطمار التي تمثلت في وجود الشيعة من الجنسية الصينية قدموا لإحياء مراسم عاشوراه وليحضروا المواكب الحسينية وذلك في لقطات مسجلة من مدينة كربلاء العراقية والتي تناقلتها الكثير من المواقع الألكترونية مستر خالد السلام عليكم كيف كانت البكرة لنصب هذا المواكب وهذا الخدمة للزائرين زوار أبي عبد الله الحسين لن whatsoever سنبتغوحي تزوجقات ل itsTEX وكثير من سنبتغو تغوسب سنبتغوحي سنبتغوحي س Lok في القناة للبلاد كثير من المواكب من المواكب الزائد من الافت variance في القناة للقي ادفظروا الافتغوحي ثم نحن نجيب واحدة خدمات مقافة موجود هنا نريد مساعدة كله لك لأنه لك يكون كل أصدقاء هل لديه معلومات عن إن الحسين عليه السلام قال كلا للباطل ونصر الحق ماذا الحسين أبا عبد الله عليه السلام هل له معرفة في تاريخ في الصين عن إن الحسين هو أبو الأحرار وهو الذي نصر كلمة لا ضد الباطل الحق والباطل بين الحق الحسين الحق كيف نعرف إمام حسين 咱们怎么知道 إمام حسين إمام حسين في中国 也基本上都知道 因为 إمام حسين 是非常非常了不起的 إنشاء إمام حسين 虽然 نحن في الكتاب في الإنترنت كله يجب إمام حسين تقليبا هو يفعل هل تنقلون هذه المسيرات المليونية تنقلوها إلى الصين المسيرات هذه هل تنقلوها في الإعلام الصيني إمام حسين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة